مواضح إن شهر 8 ده مش حلو على ناس كتير تمام هنقوله بس فلكياً شهر 8 لإن إحنا من أول ما ابتدى وعمل مش عارف إيه مواجه عالية مش عارف فلكياً هعمل إزاي شهر 8 من وجد من قراءاتك وحساباتك طبعاً بما إنه أول الشهر إحنا بنحب دايماً نبشر الناس في أول الشهر بس إنتي قلت كلمة صحي جداً يا مفيدة إن الشهر ده فيه إزدواجية غريبة جداً فيها شيء فيها الحل وفيها نقيده يعني فيها حاجات حلوة لكن ده ما يمنعش إنه إحنا برضو نقول إيه الزواهر أو الحركة الفلكية اللي ممكن تحصل الشهر ده تخلينا كلنا ناخد حذارنا جداً طبعاً الحلو في هذا الشهر ها نبتد بالبشر ها أقول حاجة حلوة إن سنة عشرين 24 سنة عشرين 24 فيها أول أمر عملاق إحنا عندنا السنة دي أربع أمر عملاق أول أمر عملاق هيكون موجود 19 أغسطس الشهر ده ده مفيد لبعض الناس مراتبعاً لو قلت كل الزواهر لكن أنا أحب أبشركم إن في أمر عملاق هيجيب حاجات حلوة اسمه العملاق الأزرق ده هيبقى 19 لكل الأبراج آه حيدي حاجات حلوة لكل الأبراج وهيحذر بعض الأبراج بس دي في حالة اسمها العملاق الأزرق 19 أغسطس نحذفها شوية لإن في أحداث قبلها بس أنا حبيت أبشر إنه جايب حاجات حلوة وهيكون في برج الدلو العملاق الأزرق ده هيكون في برج الدلو 19